السلام عليكم صحاف الشوف تيفي انا مزوجة واحد سيدة اللي هو عراقي وجابني عنده العراق وما كنتش عارفها متزوج جوج عيالات وتزوج بي زواج ديال تركيا وعندهم القانون هناك في تركيا تزوج الرجال مرة واحدة ومشي ربعة العيالات وجاب شدت العزوبة مزورة بأربعة آلاف دولار وهي أربعة المليون المغربية على أساس بشي تزوجني أنا على أساس بأنه ممزوج تشمرة منه يجيت هنا العراق يبدأ يدير المشاكل معايا وخلاني في الدار 8 شهر هنا في الدار ما تصرف علي موالو وتنبيع هو يجي دعب أنا وقالت أن أصرف على أولدي بحليب وليكوش وهذا سيد ملطر قال لي خاصة تخولي يا منظاري أنا لا يوجد سيد لا يوجد سكون أنا في العراق لا يوجد تواحد أنا أطلب من الناس من المغربة يساعدوني يوصلوا لهذا اللايف واحد العداد لا يتخيل أنا أطلب من سيدنا ملك محمد السادس نصر الله أحلي هذه المشكلة ويطلعني من هذه المشكلة وأطلب من السلطات المغربية التحرك وأطلب من السفارة المغربية التي كانت في الأردن محسوبة على العراق وأطلب من السفارة والقنصلية والوزارة الخارجية والوزارة الداخلية يساعدوني ونخرج من هنا أنا مطلقة لا يمكن أن أطلب من السفارة ويضعني 100 مليون ونصفت لك على السفارة ونصفت لك أنت وولدك لا يمكن أنا أنت سيد مطلقني لماذا أطلبك 100 مليون كمبيالة يقول لك أنت سوف نصفت لك أي شيء يمكن أن نفعلها لك أن نشرك كل شيء بالفلوس أنا تشيرني عيد منه لم أريد أن أكون مبهد لفد البلاد أبيعت حواجي أبيعت كل شيء لكي أصرف على أولدي watches وليس ببعض ذات السيدة exatamente قال أنت 2 محرك أبيع المنشف يعني تسmbة إلى الص faux والوغر أبدو الشارع أريد به هكذا الأخضر ولكن ليس على رسائل لا أريد أن تتلعido من العراق وأ Accührوا الله أخذ لها ولدها و إلا تدر معك ورقة بمئة مليون إذا كنت لدي القادي و قلت لها ما يمكن و ما بينك و بناتك جارة لتدر معك مئة مليون قال لي إلا سافي مقاش مني يشد عندي تسجيلة تقول لي أن أصبح عصابة قتلك يقطع لك رأسك و يقطع لك لسانك و يدروه لك في ميكا في علاقة و يجيبوه لي تقول لي أن أبيع الموبيل تأناية و أصبح عصابة قتلك بحلقة تقول لي ما تقول لي ما تقول لي و ألدك يجب أن أسألني بحلقة بالطموبيل و ما ترى بعينك أنا لم أعرف ما تريد مني أنا لم أكن لديهم القانون هنا في العراق قلت شكوية عند القادي قال لي القادي سأتسجل الأتصالات لكي يحددوا الأتصال لم تتعيط لك و لم تتعيد أنا لم أعرف ما تريد أنا يا عيت أنا مسكنة في دار فارغة أنا لم أكن لدي أحلقة الفازلة و لو ترى حالتي لا يرتلها أخبرت أني تنبيع في الحوج و تنشر الحليب و كوش و إذا تضمن اليوم أعيطت لي السيد منطار قال لي أنك تخوي لي منطار قال لي أنك تخوي لا يرتلها لا يرتلها لا يرتلها ما هو الحال؟ لا أعرف ما أفعل أنا بالنسبة لي أنا سأتسجل و أعيط أنا سأتسجل من السلطات المغربية و السفارة المغربية و الوزارة الخارجية يدرون لي حل معهد السيد العراقي جابني هنا و عدبني و صخصخني و هذه الدريادة يقول لي أولد الحرام و الزيناء و أنا أولدت في العراق و أحملت في العراق و يقول لي أن أجلوا لادين و يقول لي أن لا يدروا لادين يعني أنا أتحملت بثاف و أعيطت بثاف و أحد درجة أنا مليت 8 شهر و أنا قلسة هنا الناس يعطوني مصروف لا يعطوني مصروف و تنبيع في حوائجية أنا أعيط أنا لا أعرف ما أفعل أنا لا أعرف ما أفعل أنا أطلب منكم أن تساعدوني و توقفوا معي الله يحمل يديكم الله يجزيكم الله يجزيكم بخير الله يسهل عليكم أنا أريد أن أذهب إلى المغرب أنا و أولدي أنا أعيطت من الدموع أن أشاهدوا عيني لا أستطيع أن أبكي و أن أبكي يوميا أبكي يوميا أعيطت تعبت أنا من هذا الشيء شكرا